18 سنة من السحر والجمال في عالم كرة القدم أبطال السنين دي ليوني الميسي وكريستيانو الرونالدو ميسي النهاردة بيحتفل بعيد ميلاده الـ 34 بيتقلق مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا بيأمل في أنه هو يحقق أول بطولة ليه في التاريخ مع منتخب التانكو وفي قارة تانية كريستيانو الرونالدو بيتقلق مع المنتخب البرتغالي في بطولته اليورو بيأمل في أنه هو يتوج لمرة تانية على التوالي والمرة التانية في التاريخ مع المنتخب البرتغالي ببطولة اليورو لعلها تكون خير ختام ليه أو ربما كمان تكون منديال 2022 في قطر هي خير خير الختام لكريسيانو رونالدو كريسيانو رونالدو حقق العديد والعديد من الأرقام الكياسية في بطولة اليورو كريسيانو رونالدو عاد الرقم عالي دائمية وتسع هدف كأكتر هداف في التاريخ بيسجل في المباريات الدولية كمان قصر رقم ميشيل بلاتيني هداف التاريخي لبطولات اليورو كريسيانو رونالدو كان وصل البطولة اللي فاتت بعد أربع مشاركات لتسع أهداف وده نفس عدد الأهداف اللي سجله بلاتيني في بطولة واحدة سنة 84 النهاردة كريسيانو رونالدو بيتخطى بلاتيني بخمس أهداف سجلهم في بطولة اليورو 2020 وبيأمل كمان أن يعادل رقم بلاتيني بأنه يسجل تسع أهداف في بطولة واحدة لسه أمامه دور الستاشر والتمانية حتى الطريق لمباراة النهائية في حالة أن البرتغال كملت يستطيع من خلال مباراة دين ويكسر رقم بلاتيني ويسجل تسع أهداف وأكتر كمان من تسع أهداف عشان يكون كريسيانو رونالدو أفل اللعبة كل الأرقام الكياسية الممكنة حققها واحد من أساطير لعبة كورت القدم كريسيانو رونالدو دور المجموعات انتهى المنتخب البرتغالي بكوايدة كريسيانو رونالدو استطاع أنه يعبر دور المجموعات بعد ما حصل تالت المجموعة الستة خلف المنتخب الفرنسي والمنتخب الألماني البرتغال بأربع لقات وأحسن تالت بتعدي دور المجموعات يمكن المنتخب البرتغالي في بطولة 2016 اللي طوق بيها بكوايدة طبعا كريسيانو رونالدو وقتها برضو كان مر بدور المجموعات كأفضل تالت بعد ما حقق تلت عادلات دور المجموعات عموما في بطولة اليورو ما شاهدش يمكن مفاجآت كبيرة ولكن بالنسبة لي أنا شخصيا شاهد مفاجآة وهو ظهور المنتخب الإيطالي بالأداء ده طريقة الكاتيناتشو المعروفة عن المنتخب الإيطالي على مدار التاريخ النهاردة ما بقتش موجودة ما نشيني بيقدم أداء هايل جدا مع المنتخب الإيطالي مش من النهاردة بس ولكن في مرحلة التصفيات كلها إيطاليا النهاردة بتفوزت تلت مباريات بتتصدر مجموعتها بتسع نقاط هتقابل النمسا في دور الستاشر إيطاليا بتحقق تلتين مباراة بدون هزيمة على التوالي وده أكبر معدل لمنتخب إيطاليا في التاريخ إن كان المعدل ده حصل في التلاتينات من القرن الماضي ولكن معدل الفوس في مباريات التلاتين دول كان أفضل مع الجيل الحالي بقيادة منشيني كمان منتخباي بلجيكا وهولندا كل منتخب حقق العلامة الكاملة زي منتخب إيطاليا منتخب بلجيكا بقيادة لوكاكو وديبروينة وهازارد هيقابله طبعا منتخب البرتغالي في دور الستاشر ومنتخب هولندا برضو بقيادة فينالدوم نجم باريس سان جرمان الجديد وليفربول السابق حقق برضو العلامة الكاملة بتسع نقاط في مواجهات دور الستاشر نشوف مواجهات كلاسيكية منتخب ألمانيا ومنتخب إنجلترا منتخب إنجلترا تصدر المجموعة والمنتخب الألماني حصد المركز التاني بمجموعة الموت المجموعة الأخيرة جوريتسيكا أنقاذه في الدقائق الأخيرة وأحرص هدف في ديار 84 أمام المجر عشان يتأهل المتخب الألماني كتاني المجموعة مواجهة بتعيد بالزاكرة شوية لمواجهة ألمانيا وإنجلترا سنة 96 البطولة اللي أقيمت على أرض إنجلترا كانت بتضم وقتها تمن فرق بس أقيمت المباراة قبل النهائية ما بين إنجلترا وألمانيا ومباراة انتهت بفوز المتخب الألماني بركلات الترجيح وقتها جاري ساوس جيت المدير الفني الحالي للمتخب الإنجليزي كان لعب وضع ضرب الجزاء أطاح من خلالها أحلام المتخب الإنجليزي في التتويج بأول بطولة أوروبية ليه في التاريخ ربما النهاردة وهو مدرب هيحاول أنه هو يسعى للتتويج بأول بطولة للمتخب الإنجليزي في بطولة اليورو طاقات كل المباراة هيكون معنا دلوقتي زمننا مصطفى الجريتلي هيقول لنا رأيه في مباراة ألمانيا وإنجلترا مين يفوز المصطفى في مباراة ألمانيا وإنجلترا في البداية أهلا بك يحيى أنا محب المتخب ألمانيا بصنع من أكتر أن إنجلترا هلا ستعدل الدور اللي جاي هلا ستعدل الدور اللي جاي أنا كواحد من المتابع اليورو أنا مقدارك توقع أداة منتخب ألمانيا في المتش اللي جاي لك نعرف أقول لك أن المتخب إنجلترا ماشي بأداة ثابت مع سكواد مدعوم في ثقاف نفسه وبيطلع وعنده دات أصاودي عقص منتخب الألماني بيكسب منتخب البرتغال أربعة اثنين بعد كده بوجه المشكلة قدام المجر وكان حيطلع فنعمل أكتر أن إنجلترا هتسعد وأن حضوصها أكتر في المتش شكرا مصطفى شكرا رأي مصطفى فالك جدا فيه أن المنتخب الألماني ربما ما عندوش استقرار مع يواكيم لوف الأداء كان مخيب للأمال أمام فرنسا ولكن تصاعد أمام المنتخب البرتغال بكواد الكريستيانو وصاد المجر الأمور راحت وجاد كتير سعود لدور الست عشر مباراة تانية برضو بلجيكا والبرتغال من يفوس في مغرب الجيكا والبرتغال زي منا الوقت المحمود عميرا هيقول رأيه في المباراة عميرا أهلا بيك من اللي يفوس في مغرب الجيكا والبرتغال أول يعني أنا شايف أن البرتغال حظوظها كبيرة في المغاراة صحيح استقلت سبع هتف واستقبلت ستة في دور المجموعات لكنها واكت منتخبات قوية جدا بنتكلم في آخر اثنين أبطار عالم فرنسا وألمانيا عكس منتخب بلجيكا اللي ما كانتش بيلعب منتخبات قوية ما كانتش في احتكال قوي في البطولة هو ساكل سبع هتف واستقبل هدف واحد لكنه كان بيقابل منتخبات زي دينمارك وروسيا مش احتكال قوي زي احتكال البرتغال فأنا شايف أن فرصة البرتغال هتبقى قضر شكرا لك محمود دا كان رأي محمود عميرا ومصطفى الجريتليش كانوا شايفين أن المنتخب الإنجليزي يستطيع أن هو يعد من المنتخب الألماني ومحمود عميرا كان شايف أن المنتخب البرتغالي قادر على أن هو يتجاوز المنتخب البلجيكي مواجهات تانية برضو هنشوفها في دور الستاشر أبرزها المنتخب الإيطالي أمام المنتخب النمساوي واللي يفوز منهم هيقابل الفايز من مباراة بلجيكا والبرتغال كمان المنتخب الأكراني هيقابل المنتخب السويدي والمنتخب الكرواتي أمام المنتخب الأسباني المنتخب التشيكي بيقابل المنتخب الهولندي وويلزي بتقابل الدينمارك في ختام دور الستاشر ولونا توقعاتكم ولونا رأيكم احنا عاملين مسابقة على موقع يلا قورة الطريق للنهائي في حالة أن انت تتوقع المباراة بشكل صحيح وبتتوقع الطريق للنهائي تقدر تفوز معنا بجواز كتيرة جدا منها موبايل ومنها بلاي ستيشن جواز كتيرة جدا تقدر تفوزه من خلال موقع يلا قورة وصفحة بطولة اليورو على موقع يلا قورة كنت معاكم محمد مصطفى إن شاء الله نتقابل بعد جول الدور الستاشر نتكلم عن مفاجآت أو المباراة اللي حصل في الدور الستاشر ومواجهات المنتظرة في الدور التمانية في الطريق لليورو